خلينا نروح بقى للمونديال 2022 يا أمير تبعت دور الستاشر ازاي ومن وجهة نظرك ايه؟ ابرز المفاجآت اللي حصلت في دور الستاشر بص يا جابت الاسلام هو طبعا اللي تعرف البطولات الكبرى بتبقى بقى من الدور الستاشر بتبقى بتطلعب من الدور الستاشر انت عندك فيه ناس بتبقى في الاول المفاجآت في حصان اسود بيبقى موجود مين الحصان الاسود أمير؟ كنا بنعمل بولندا يعني بولندا صعدت برضو قد تقدمت مستويات كويسة ولكن طبعا ما كملتش لاني طبعا بولندا بيعتمدوا على لاعب واحد بس في نفس الوقت كان تشيزني حالس المرمى كان ليه دور كمان ان هو يساعدهم ولكن انا شايف ان المفاجآت الكبرى في بطولة كبيرة زي دي هي بطولات العربية والافريقية متخبات اه مان سوري المنتخبات الافريقية والعربية انك انت بتصعد وبتاخد ثقة لاني خلاص انت كل الدنيا كل المنتخبات عندها لعبة محترفة كبيرة جدا وعندهم زميلهم بالعابة ضدهم في المنتخبات الكبرى فبالتالي الثقة موجودة بلاس ان البطولة مقامة على بطولة عربية او دولة عربية جمهور كبير جدا بيساند الناس طبعا يعني تنظيم هايل ملاعب وتصوير واقامات وكل حاجة بصراحة كاس عالم نموذج كابتال اسلام بمعنى الكلمة ملاعب وتصوير السودهات التحليلية كل حاجة موجودة فانا شايف موجودة ناظر ان المنتخبات الافراقية والعربية عملوا انجاز وهذه حاجة كويسة جدا بنأمل ان شاء الله المغرب تكمل النهاردة السينغال خرجت فبنأمل ان المغرب تعمل حاجة ان شاء الله قدام اسبانيا فما فيش حصان اسود معين انا بتكلم على المنتخبات الافراقية والعربية كان مفاجأة بالنسبة للمنتخبات العالمية اه يعني تونس تكسب فرنسا والبرازيل تتغلب من كاميرون مغرب بلجيكا تكسب بلجيكا وبعد كده بتصعد صحيح فبتكلم في تونس تكسب فرنسا يعني حاجات بصراحة جديدة جدا اه جديدة مكناش متعودين عليها اتكلم معاك بقى عن مستوى حراس المرمى بشكل عام او بشكل اكبر في بطولة كاس العالم يعني شايفوا ازاي حتى الان انا شايف ان يعني مارتينيز هو من الناس اللي هي حارس مرمى الارجنتين ده من الحراس المرمى الممتازين وعملاق وانا كنت امتبع في الدورة الانجليزي في معاستون فيلا كان واحد برضو كان غالبان على قد حاله استنى فرصة كل حارس الاساسي بتاع استون فيلا تعور ابتدى هو يشتغل وياخد بقى ثقة مهمة جدا في استون فيلا ابتدى يشتغل كامبينة عن منتخب الارجنتين دلوقتي النهاردة من اهم الخطوط او اللاعبين الموجودة زائد ميسي طبعا في منتخب الارجنتين وبيدي ثقة كبيرة جدا وشوفنا عمل انقاذ هايل في الماتش الاخير قدام استراليا كان خلاص الموضوع انت تخش في الجيم تاني وتخش في اكسترا تايم والاستراليين اقوية شايف تشزني طبعا حارس مرمى بولندا حارس مرمى كويس انا متابعه من ايام ما كان في روما مع صلاح كان عامل مشات كويسة جدا في الشامبينز ليج وكان عامل مشات كويسة جدا في الدوري الايطالي بعد كده دولتي هو مشغال في ايفونتوس وكان رايح اعارة من ارسنال يعني عنده خبرات كبيرة جدا وكان ليه دور ان بولندا تصعد وكان اداء ممتاز كنت اتمنى ان هو يكمل بحيث ان هو من الحراس المرمى الممتازين بس انا شايف ان لوريس حارس مرمى فرنسا برضو هيبقى ليه دور كبير جدا لانه حارس مرمى موهوب وشغال كويس جدا مع تويته نام من الحارس الافضل بالنسبة لك حتى الان لغات دور الستاشر او لغات موباليات اللي شفتها في دور الستاشر حتى الان مارتنيز حارس مرمى الارجنتين انت معجب بي جدا اه معجب بي لانه هو يعني بنا فترة كبيرة جدا مشوف ناس حراس مرمى موهوبين مع المتخبات الكبرى يعني احنا كان دائما اقولك الارجنتين وبرازيل كانوا بيعانوا من حراس المرمى دلوقتي انت بتتكلم في اتنين من احسن ومن احسن الجنف العالم في البرازيل ودلوقتي مارتنيز عامل شغل كويس جدا مع الارجنتين فانا شايف ان هو هيبقى ليه دور كبير جدا في صعودهم لوريس برضو هيبقى ليه دور كبير جدا مع فرنسا هل تعتقد ان الحراس هيكونهم دور مهمة في المراحل النهائية ولا المنتخبات الكبيرة هتكسب على طول والله كابتل اسلام بص هو طبعا الحراس المرمى لما يكونوا حراس كبار ومركزين السيف بتاعه او الانقاذ بتاعه بيفرق انت النهاردة شفت النتيجة كانت صفر صفر الساني غالو وانجلترا كنت اسماعيل اصار اه اسماعيل اصار انقاذ هايل انقاذ هايل من واحد بقى له فترة كبيرة جدا بيلعب مع متخب انجلترا وماشي الكواس جدا مع ايبرتون عمل انقاذ هايل اتردد بهدفين فالحراس الكبار اللي هم موجودين في المنتخبات اكيد لهم دور كبير جدا في انك انت تحول النتيجة او تحافظ على النتيجة مع ناس بتاعه بتخلص شفنا انجلتنا النهاردة من الفرق الممتازة اللي بتاعه بتطلع بالكرة من وراء صح والفرق الكبير اللي بتاعه بتطلع يا كابتل اسلام من وراء صح انك انت فيه ناس كتيرجي بتاخدوا الكرة وتلعب طويل لكن انت النهاردة متاخد بتتحول من الدفاع للهجوم وعندك سرعات وانجين وعندك واحد بيخلص وعندك حارس بيعمل انقاذ هايل طبيعا الفرق اللي زي دي بتكمل في النهائيات يعني فانا شايف ان الحراس مرما هيباليهم دور كبير جدا في فترة جاية وخلي بالك انت المنتخبات بعت عندهم حارسين انت الفرق اللي هي ضمنت للصعود بعد ماتشين ماتش التالت بيلعبوا الحارس التاني لو هو التاني مش بديل انت بتتكلم في اسماء كبيرة جدا فاعتقد ان المنتخبات اللي عندها حارس وحارسين هيبقى لهم دور كبير جدا الفترة الجاية في الأدوار الجاية حراس المنتخبات العربية الحقيقة كلهم معظمهم أو معظمهم تقلقوا لكن يظل دائما ياسين بونو له نكهة خاصة ياسين بونو طبعا من الحراس الممتازين وده تكملة طبعا للحراس العظام اللي هم على مدار تاريخ المغرب من أول بادو الزاكي الحاد ياسين بونو ياسين بونو عنده خبرة كبيرة جدا اسباني عمل ماتشات كهيلة يمكن لعب أول ماتش وبعد كده تاني ماتش حصله طبعا لانه إصابة ولعب الحارس البديل معاه في المغرب ياسين بونو الماتش اللي فات مش هقول ان هو مية في المية كان يعني مركز مية في المية لانه كان فيه بعض الأخطاء كانت ممكن تحصل مشكلة كبيرة جدا بعد الهدف الثاني فآخر دقيقتين تلاتة كرة لو قفها بسدره ولكن دي حاجات خفيفة بتحصل لكن هو أكيد هيبقى ليه دور كبير جدا أعتقد في ماتش أسبانيا وهو كمان لعب وعارف لعيبة كويس جدا في أسبانيا بلعب في الدور الأسباني فإن شاء الله يبقى موفق في اللقاء اللي جاي ويعمل اللقاء كويس إن شاء الله بنأمل أن المغرب تكمل يعني إن شاء الله لوريس مع فرنسا وإدرسون وأليسون ده بالمناسبة أليسون بيكر وأدرسون في برازيل في الاتنين يعني واحد واثنين في المنتخب البرازيلي جمدين جدا أعتقد أن الاتنون دور تحديدا أليسون وأدرسون ليهم دور كبير جدا من منتخب برازيلي وغير طبعا لوريس حالس من المنتخب الفرنسي أيضا هيكون له دور كبير الفترة اللي جاي طبعا هتبتكلم التلاتة بيلعبوا في دور من أكبر أندية العالم دور الإنجليزي والاتنين حراء يعني متكلم في واحد في مالشاستر سيتي واحد في ليبربول واحد في توتن هام اللي هم من أكبر الأندية اللي موجودة في الدور الإنجليزي وليهم دور كبير جدا فأنديتهم في أن هم يبقوا في القمة فأعتقد أن يعني وغيرنا فترة كبيرة جدا مشوفناش حراس في البرازيل كنا بين عقق صح جدا لقد عدك واحد واثنين وكمان بيلعبوا برازيل يعني كان دائما لك مشكلة البرازيل أيام يعني الجيل القديم قوي 94 يقول لك أنه مشكلة البرازيل في حارس مارموها دلوقتي لأ انت عارف كابت الإسلام يعني 98 عطاق التفاريل اللي كان بيلعب فتفاريل ده لما كان بيلعب كان يقول لك يا أخيرا لقوا حارس مارموها دلوقتي انت بتكلم في اللعب الحديث انت بتشتغل برجلك كويس انت عندك إدرسون جورديولا اشتري من بنفيكا بس عشان رجله بيلعب برجله تخيل بنفيكا وبمبلغ كبير جدا مع الخبرات بيكر كان في رقم اثنين بعد تشيزني ما داني بتكلم فيه في روما مع محمد صلاح لما تشيزني رح رجحت هاني أرسنل ابتدى هو يلعب وبعد كده ليفر بول اشتريه فانت بتكلم في الاثنين هيلين وامتازين وخلي بالك انت التصفيات برضو إدرسون هو اللي كان بيلعب وناس بتطالب ان إدرسون هو اللي يلعب فدلوقتي خلاص انت الفترة الأخيرة إدرسون خلي بالك شال كورا هيلة اللي هي في المباراة الثالثة على مقتزاك آخر ماتش هيلة شفتالي اللي هي رد فعل عكس اتجاه دي كانت ممكن تحول برضو النتيجة تحول نتيجة المباراة طبعا لكن هو يعني هو خسره في الماتش ولكن هو طبعا من الحراس الممتازين المواهوبين ودي حاجة كويس جدا برازيل سنتين ثلاثة أربعة متأمنين في الحراس الماتش ترجمة نانسي قنقر